هل سيارة العراق النور برأيك؟ هذا السؤال وصلني على تيك توك قبل كم يوم وحاسس أنه ممكن ينطبق على كل بلد عربي حتى لو في منك عرب عايشين حياة مريحة وما مالها إشي ولكن إحنا كشعوب وكمجتمعات فيه بإمكاننا نوصل مراحل كتير أعلى وكتير أحسن من الوضع اللي إحنا عايشين فيه حاليا فأكيد أنتوا حتسألوني سؤالين السؤال الأول محمد شو هذا الفيديو بالضبط؟ والسؤال الثاني مين اللازم يحضر هذا الفيديو يا محمد؟ بإجابة على أول سؤال هذا الفيديو عبارة عن تذكير إحنا وين كنا وتذكير أنه إحنا عندنا إمكانيات حتوصلنا مراحل كتير كتير أعلى السؤال الثاني مين لازم يحضر الفيديو كل شخص عربي بغض النظر عن سنك وبغض النظر عن مجالك وتخصصك وشغلك وبغض النظر عن الوضع الاقتصاد اللي إنت عايش فيه وبغض النظر عن إذا أنت مرتاح في حياتك ولا لا لازم تحضر هذا الفيديو وتكمله للنهاية عارف انه حيكون ممكن شوي طويل عليك ولكن استحملني بوعدك انه هذا التذكير حيكون مفيد وبوعدك انك انت حتعرف شخص حتحس انه لازم تبعت له هذا الفيديو اول ما تخلص الفيديو هذا وعد مني حنقسم الفيديو على اكتر من جزء الجزء الاولان هي مقارنة بسيطة بين العرب وبين الغرب الجزء الثاني هو تذكير لآية قرآنية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الجزء الثالث هو تذكير لحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو المؤمن القوي خير وآحب وإلى الله من المؤمن الضعيف والجزء الرابع من الفيديو حيكون عن عامل اسمه العامل المسرع كيف النقاط اللي حنيحكي عنها من الفيديو حتكون مسرعة اكتر وحينتشر تأثيرها في المجتمع اكتر باستخدام هذا العامل المسرع اللي يمكن ما تتوقعه تمام؟ هذا الفيديو عبارة عن موجة نظري حيغطي نقاط بسيطة بدون ما ندخل على مواضيع حساسة أو مواضيع ممكن ادخلنا في متاهات مائل ندخل فيها وحنبعد كل البعد عن اشيء اسمه سياسة فرجاء لا تخلوا هذا الموضوع العلاق بالسياسة وحتى في التعليقات خلنا نبعد عن الموضوع خلي هذا النقاش بالاشياء اللي أنا وانتو بنقدر نتحكم فيها اللي هي افعالنا وتصرفاتنا وقبل ما أبلش ما بدي اياكم تفهموا انه هذا الفيديو انتقاد او هجوم على اي واحدة من البلاد العربية ادي اياكم تعرف قبل ما نبلش الفيديو انه هذا الفيديو عبارة عن حب وامتنان واحترام لكل بلد عربي موجودة بس بنفس الوقت لازم احنا كأفراد نغير من حالنا عشان ان شاء الله حتشوفوا بنهاية الفيديو انه احنا ممكن نوصل شغلات كتير احسن طيب بما انه احنا خلصنا المقدمة خلينا نبلش في اول نقطة اللي هي مقارنة العرب بالغرب انا عارف في كتير ناس هتحتاج انه محمد هاي المقارنة كتير ناس استخدموها هاي المقارنة مش عادلة او هاي المقارنة ما حتطلع نتائج مفيدة او لها علاقة في الموضوع ليش انا بدي اعمل هاي المقارنة البسيطة لاني متأكد انه احنا كعرب مش ناقصنا اي اشي عشان نوصل للمراحل اللي ممكن نوصل لها والدلالة على هذا الاشي انه احنا نطلع على الاعداد السكانية لبعض البلدان في الغرب اللي ممكن تعتبر انها متطورة او متقدمة ونقارنها في بلدان في حجم شبيه او اعداد سكانية شبيهة اول بلد نحكي عنها هي المانيا المانيا معروفة بتطورها والمراحل التكنولوجية اللي وصلت فيها والتعليم اللي فيها وتعداد السكان اللي في المانيا هو 84 مليون نسمة وفي المقابل عندنا مصر اكبر بلد عربي من ناحية عدد السكان وعندها اكتر من 98 مليون نسمة كوريا الجنوبية تعد اكتر بلد متقدم تكنولوجيا في العالم 51 مليون نسمة وفي البلدان العربية اقرب بلد على هذا العدد هي الجزائر عندها 42 مليون نسمة سنغافورو تعد من اكثر البلدان متقدمة من ناحية التكنولوجيا تعداد سكانها 6 مليون بالبلدان العربية لبنان وليبيا كمان تعداد سكانهم تقريبا 6 مليون سويس رغانية عن التعريف عدد سكانها بيوصل تقريبا 8.7 مليون نسمة والاردن سكانها تقريبا بين 9 و 10 مليون نسمة صحيح 100% انه البلدان الغربية اللي انا حكيت عنها هي مش بلدان مثالية ورغم التطورات التكنولوجية اللي عندهم ياها عندهم مشاكل تاني لسا عم بيحاولوا يحلوها هذا اشي صحي 100% ولكن البلدان اللي احنا حطناهم جن بعض عندكم على الشاشة رغم تقارب اعداد نسبة السكان الى انه في فرق شاسع في الحياة في هدول البلدان في فرق لازم احنا نكون صريحين بهذا الاشي ولازم احنا نكون صريحين انه في قدامنا مشوار طويل عشان نلاحق في هدول البلدان على اكتر من صعيد ومنهم التكنولوجيا طيب محمد ليش حطيت انت هدول البلدان جن بعض وعملت هالمقارنة اللي شوي غريبة احنا كبلدان عربية لا تنقصنا الاعداد ولا تنقصنا الكفاءات ولا ينقصنا الذكاء ولا تنقصنا الموارد احنا عنا كل اشي محتاجه عشان نوصل لهم موجود موجود وهذا الاشي بيعطيني ثقة انه البلدان الغربية اللي احنا حكينا عنها ما عندها افضلية احنا ما عندنا اياها ما عندهم امكانيات معين احنا بنتمنى انها تكون موجودة عنا لانها موجودة فينا هذا موجود وحابب اذكركم انه كان في وقت في تاريخ البلدان العربية لما كانت الدنيا كلها تتعلم اللغة العربية عشان تيجي من عنا وتتعلم الطب وتتعلم الهندسة وتتعلم كل التطورات الجديدة اللي عم بتصير في الشغلات المهمة من عنا احنا كعرب فمن ناحية التاريخ احنا متقدمين احنا اللي كان عندنا الافضلية في تطورات كتير كانت ناتجة من البلدان العربية والغرب كان هو اللي عم بيجي بتعلمها من عندنا فاتوقع انه كلنا ممكن نتفق انه الافضلية التاريخية هي للعرب لانه في ذاك الوقت احنا كبلدان عربية كنا في وسط العالم العالم كله بتطلع علينا احنا العالم كله بتعلم منا احنا بيشوف احنا شو عم نعملوا بقلدونا هم بيحاولوا يشوفوا شو عم بيساولوا العرب عشان احنا نصير احسن ولكن اظن واضح للجميع ان الامور تغيرت اختلفت غير ان احنا كان عندنا هاي الافضلية في التاريخ البلدان اللي احنا حكينا عنها جزء كبير منها كان متدمر دمار شامل بسبب الحروب العالمية يعني احد دول البلدان اللي احنا حكينا عنهم مش انو والله يطول عمرهم متقدمين وما عمرهم صار عندهم نزلات وطلعته نزلات لا يا اما بلشوا من الصفر بسبب الفقر وبسبب انه هي كبلد جديد بلشت التطورات هاي او انو كانت بسبب الحروب العالمية تطلع بعد ان ترجع بسبب الحرب تنزل تنمسح بعد ان ترجع تطلع مرة تانية فمش انو كان عندهم نوع من الاستقرار التاريخي اللي سمحي لهم والله على مدار سنوات طويلة انهم يزهروا ويتطوروا انا بدي احكي لكم شو صار في العرب احنا كعرب انسينا شو اولوياتنا في الحياة احنا كعرب صارنا كتير مرتاحين انو الدنيا كلها تتقدم وانحنا نضلنا محلنا وهذا الكلام مش موجه لشخص او شخصين احنا بنحكي عن اجيال وانا ما بوجه اصابع الاتهام لأي حدا اجيال اجيال تكبر بهذا التفكير وتورث هذا التفكير لأولادها وهدول الاجيال يكبروا ويورث هذا التفكير لأولادهم وعشان هيكصر في مرحلة خمول بعدين يا جماعة تذكير انو احنا بنعيش في عالم انو الجعان هو اللي بيفوز الجعان مش بس بالاكل الجعان بالنجاح اللي بده النجاح لو فيه حدا بده ينجح اكتر منك هو اللي حينجح مش انت ولا انتي لازم كل واحد فينا يسأل حاله عنجاد قديش احنا بدنا ننجح عنجاد احنا قديش بدنا نتطور ونطلع من الوضع اللي احنا فيه وبيدي كل شخص عم بيحضر هادا الفيديو يشوف الناس اللي حواليه كم شخص حواليه رافض لأي افكار جديدة كم شخص حواليه راضي في الحياة والوضع اللي هو عايش فيه مع انه هذا الوضع مزري كم شخص حواليه الو نظرة متشائمة كئيبة للحياة اللي حواليه هاي الاسئلة هي علامات الاستسلام هي علامات ان هذا الشخص بطل يف navigating after weakness و Helena ويوجد ان 이야기를 بكمة قائمة لان هذا الشخص يريد الآخر لا تريد أن doom لا يوجد dette لا Можно أجل حين أهمeties حياتي too لا aluنا بنجاح في الدنيا لا توجد اي تناقض بين الاشيين في ناس ممكن تسأل تقول لي محمد انت ما بتعرف ظروفهم عشان تحكم عليهم هيك شو عرفك شو عايشين محمد انت ما بتعرف هدول الناس اللي عم تحكي عنهم قديش تأثروا من الحياة وقديش عانوا من الحياة صح معكم حقا انا ما بعرف بس بنفس الوقت انا وانتو اللي بتسألوا هذا السؤال منعرف ناس الحياة بهدلتهم وكانوا طالعين من بيئة ما بينعاش فيها ولكن نجحوا نجحوا سواء سافروا على بلد تاني او سواء نظلهم في نفس البلد واصروا على النجاح وانا حكيت عن فيديو من قبل هتشوفوه هنا عن اجدادي سيدي ابو ابوي وسيدي ابو امي كيف هم كانوا في اوضاع مزرية ونجحوا كمان فهي الحجة ما بنقدر نستخدمها عشان نحسس حالنا لا والله معنا حق ونعد نشفق على حالنا لا ما بيصير لا لانه في ناس بنفس الظروف بتنجح اش معنى انه في حدا بنجح وحدا بفشل لانه النجح كان بده ينجح واصر عن النجاح هذا كان الخيار الوحيد بالنسبة له واللي فشل اقتنع في الوضع اللي هو فيه وقال لك انا استستمت بس في السؤال هلأ هو اوكي محمد نفترض انه اقتنعت في كلامك كيف ممكن نطلع الناس ناجحين اكتر حتى لو كانوا في بيئة فيها تحديات كتيرة وهنا احنا بندخل على القسم التاني من الفيديو اللي هو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم يا الله هاي الاية مش معوش وانها قوية وحتى الاية لما نفكر فيها التغيير تبع القوم بيبلش بتغيير الافراد فبحالتنا تغيير المجتمعات والشعوب بيبلش بالافراد الفرد لحاله لما يتغير ولما يكون صريح مع حاله على ضرورة التغيير وانه لازم يتطور ويتحسن وقتها منبلش نشوف تغيير الشعوب قبل ما احنا نقعد نلوم غيرنا ونقعد نلوم الظروف لازم احنا نطلع على حالنا بالأول ونشوف احنا شو ممكن نغير وشو التغيير اللي منتمنى يكون في غيرنا ونتأكد انه موجود فينا قبل ما احنا نتمنى يكون في غيرنا طيب محمد نفترضنا نقتنعت في كلامك شو اللي مفروض اغيره في حالي اول واهم شغلة انك انت تتأكد انه دينا قوي يجمعت الخير احنا وصلنا مرحلة في الحياة نقطة ضعفنا هي الدين الدين صار نقطة ضعف للأسف لما احنا نكون بعاد عن ربنا حياتنا كلها بتتدمر فلما بيصلح ديننا كل اشي تاني بيصلح ولما يخرب ديننا كل اشي تاني في حياتنا بيخرب فالدين هو اول واهم اشي كل واحد فينا اللازم ينتبه فيه على حاله ما فيها مزح ولما نتطلع الغرب للأسف الشغلات الوحيدة اللي احنا بناخدها منهم هي الشغلات اللي هم عم بيحاول يتخلصوا منها المشاكل الاجتماعية اللي هم عم بيحاول يتخلصوا منها عم بيشوفها صارت كترانة عنا ولكن لو احنا كنا متمسكين في ديننا ما كان هاي المشاكل وصلتنا ولا كان انتشرت وان شاء الله سعمل فيديو بالمستقبل عن الفرق بين الحياة في بلد عربي والحياة في بلد غربي ولكن حاليا لازم نتذكر انه احنا ديننا هو اللي هيخلينا ثابتين وهو اللي حيساعدنا انه احنا نشوف التطورات اللي بدنا نشوفها بحالنا وبالمجتمعات اللي حوالينا بس تذكروا انه هذا الموضوع بالذات بيبلش فيكم انتو تكونوا صريحين مع حالكم وتشوفوا شو ممكن نتغيره شو ممكن نتحسنه النقطة التانية اللي بتحتاج تغيير هي العقلية لازم احنا نرجع نذكر حالنا انه احنا موهوبين واحنا اذكياء واحنا اقوياء واحنا عندنا قدرات واحنا عندنا امكانيات يا جماعة لازم نذكر حالنا انه هاي الشغلات وقائع مش اعراء مش رأيه هذا بس هاي حقائق حقائق ووقائع ولو احنا فعلا عشنا واحنا مقتنعين بهذا الكلام حياتنا هتتغير مش بس من 8 درجة هتتغير بطريقة احنا ما من قدر نتخيلها ولكن طول ما احنا عايشين واحنا حاسين ومقتنعين انه احنا اقل من غيرنا انه غيرنا عنده افضليات كتير وغيرنا عنده وعنده واحنا ما عندنا هنعيش حياة اقل طول ما احنا مقتنعين بهذا الكلام مستقبلنا ممكن يكون مشرق وممكن يكون مزدهر لو احنا اقنعنا حالنا انه فعلا هذا الايشي ممكن يصير ولكن التشاؤم حيجي بالنا حياة تستهل التشاؤم الاخبار ابعدوا عنها اعملت فيديو حتشوفوه هنا بيحكي عن ليش الاخبار اصلا مصممة انها دايما تكون اخبار سلبية بدكم تعرفوا تفاصيل اكتر شوفوا الفيديو اللي عملتوا بالماضي اي حدا بيشوف اخبار وبتعمق بالاخبار وما بيعرف غير الاخبار عم بتملي عقلك اخبار سلبية وافكار سلبية ووجهات نظر سلبية وانت عم بتصعب على حالك كتير انك تشوف اي جانب مشرق في الحياة اي جانب مشرق صح الحياة مش كلها ورود صح في مشاكل حقيقية عم بتصير حوالينا بس فيه شغلات احنا ما عم نتحكم فيها فليش انت تسم بدنك فيها اذا فيه خبر حيأثر على حياتك حيأثر على شغلك حيأثر على صحتك اقرأه اهتم فيه اذا فيه ايش بتقدر تعمله تمنع هذا الاشي من يوصل لك اوكي تمام فيه خبر ما هيأثر عليك ليش تهتم فيه خصوصا اذا بعطيك نظرة تشاؤمية عن الحياة وعن مستقبلك كشخص وكفرد فابعد عن الاخبار تالت شغلة لازم نغيرها في حالنا هي الانفتاح للأفكار الجديدة وما عم بحكي عن الانفتاح اللي ممكن يأثر بطريقة سلبية على الدين او عادات او تقاليد او صحة لا انا بحكي عن طريقة جديدة نحل فيها بعض المشاكل اللي احنا لسه منعاني منها والعالم كله خلص تخطاها زمان لما كل حد عم بيسويها صحة واحنا عاملين اشي غلط بس احنا متمسكين فيه لانه هيك دائما عم نعمله لا صار وقت نغير لا صار وقت نشوف وجهة نظر تانية لازم نكون متفتحين لازم نشوف هدولا كيف عالجوا هاي المشكلة وكيف تغلبوا على هاي العقبة وإحنا كيف ممكن نطبق هذا الاشي في وضعنا بس انه احنا نظلنا مسكرين على حالنا ومغمضين عيوننا عساس انه احنا دائما بنعمل هيك لا هذا مش حينفع وما هيوصلنا اي محل رابع اشي رجاءا ما تظلكم عايشين في الماضي ماضي العرب كان ماضي رائع وكان الماضي مشرق وكان ماضي يستحق أنه احنا نشعر بالفخر فيه ولكن اذا احنا عايشين بس بالماضي بنقول يا الله ايام زمان وكيف تغيرت وكيف صارت حنظلنا احنا عايشين في الماضي وحننسى نعيش في الحاضر وحننسى نبني للمستقبل ونخطط المستقبل فلا تضيع وقتك وانت تقول يا الله وكيف الامور تغيرت وكيف صار وكيف وكيف لا مش عاشبك انه الوضع الحالي مش زي الوضع الماضي غيره غيروا عشان المستقبل يصير أحسن لسه من الماضي ويصير أحسن من الحاضر بس لما إحنا نظلنا عالقين في الذكريات إحنا مش عام نتحرك أي محال عام نضيع وقتنا ومع هاي النقطة أنا حاب أذكركم إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم بس ننتقل هلأ على الحديث اللي جزء منه بقول المؤمن القوي خير وأحبه إلى الله من المؤمن الضعيف يا الله هذا الحديث شو إنه حلو وكيف إحنا نقدر نطبقه على حياتنا بطرق مختلفين أول طريقة ممكن نطبق في هذا الحديث على حياتنا هو من خلال الدين مرة تانية الدين لما إحنا نكون أقوياء فيه ما في إيش بقدر يهزنا القوة في الدين هي القوة في الدنيا وفي الآخر إن شاء الله الضعف في الدين يساوي ضعف في الدنيا وفي الآخر وفي كل مجال من مجالات حياتنا الموضوع أبدا مو معقد أعدته مرة تانية لأهميته فأتمنى تكون وصلت للفكرة الإش الثاني اللي إحنا لازم نكون أقوياء فيه هو القوة الجسدية وقوة الشخصية من أكتر الشغلات المضحكة لما تسمع المثل الزلمة بدون كرش ما بيسوقش يعني تخيل إنه هذا المثل صار شائع بطريقة إنه إحنا سنة نفتخر إنه الشعب العربي شعب عنده كرش ويفتخر بكرشه إحنا منفتخر قاعدين بالكسل منفتخر بزيادة الوزن والسمنة وصلاح الناس يقول لأ محمد هو مزح لا ما كانش صار هالأد منتشر إذا كان مزح هذا أول شيء صارت الناس تتنافس على الشغلات اللي هي مضرة للصحة زي الأرقيل وزي الفيب وزي الدخان لدرجة إنه بتشوف الناس صار إنه آها يضحكوا إنه أنا لما أطلع درج ببطل قادر أتنفس آها ما في إيش بضحك ما في إيش بضحك لو أنت مش قادر تدير بالك على جسمك وكل شهر إلك أكتر من زيارة على المستشفى بسبب أفعالك إنت وقرراتك إنت وإهمالك لصحتك إنت كيف تكتدير بالك على مجتمعك من وين بدك تشوف هاي التطورات التكنولوجية والتطورات إذا أنت مش قادر تدير بالك على حالك بالمنطق يعني وبعدين عندكم أنت ضعف الشخصية اللي هلا صار منتشر وصارت الناس يا الله شونها تكون مبسوطة إنها ضعيفة شخصية تنبيه وتوضيح مهم جدا 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 ضعف الشخصية لا يعني الحياء ولا يعني الأدب في فرق الحياء والأدب هدولة قيم وشيم منفتخر فيهم ولكن ضعف الشخصية هو الشخص اللي ما بقدر يوقف عند أفكار وعند كلامه ضعف الشخصية هو اللي ما بقدر يقول هذا صح وهذا غلط مع أنه عارف الفرق بينهم وضعف الشخصية ما بقدر يوقف ويظل ثابت في الأوقات الصعبة هذا هو ضعف الشخصية وصار منتشر ما شاء الله شباب وبنات وصار ها ها أنا ما بقدر أوقف لا 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 حبيب بدك تشد حيلك شوي بدك تشد حيلك شوي لازم إحنا شخصيتنا تكون قوية ومرة تانية لا يعني إذا شخصيتنا قوية إنه إحنا لازم نقل أدبنا أو نقل إحترامنا ولا يعني إنه إحنا لازم نتخلص من إشيء اسمه حياء قوة شخصية لازم نفرقها بين هذه الأشياء قوة شخصية هون وهذه الأشياء التانية هون في فرق كبير بينهم وحاب أذكركم يا جماعة الخير أنتم تتذكروا أنه لما عمر بن الخطاب دخل الإسلام هذا كان أول مرة المسلمين بقدروا يجهروا في دينهم يقدروا يعبدوا ربنا ودام العلن مش فرق معهم بعد ما هذا الشخص اللي اسمه عمر بن الخطاب دخل الإسلام هذا الشخص كان مرعب كان مرعب بنية الجسدية كانت إشي ما شاء الله ما حد يقدر ينافسه من ناحية القوة الجسدية وهذا عامل جدا مهم ما من قدر ننكره بالإضافة على قوة الجسدية كان في قوة شخصية كان نوقف هو ويقول أنا أتحدى أي حد يوقف قدامي وأتحدى أي حد يجي يعملي مشكلة عشان أنا صرت مسلم أو عشان أي حد من هدول الناس مسلم إذا أنت عندك مشكلة تعال تفهم معايا وأنا بفهمك الأصول ما عنده لف ودوران أنا بفهمك الأصول بنشوف حد زي هيك في أيامنا هلا لا لا بطل فيه فعشان هيك قوة الجسدية وقوة الشخصية هدول المهمين لو أنت حاسس أنه أنت ضعيف في واحد منهم مش مشكلة ضروري أنك أنت تكون صريح مع نفسك وضروري أنك تبلش من اليوم تتطور في هذا المجال النقطة الثالثة هي المشاعر للأسف يا جماعة إحنا صار أي إشي بيصير في الدنيا بيهزنا بيهزنا من جوة بطلع الدين يستحمل أي خبر من هون تلاقي حالك أنت انخضيت أي شغلة تصير معك في الحياة من هون تلاقي حالك انرميت على الأرض إيش اللي صار فينا يا جماعة إحنا إذا كلمة بدأت هزنا زي هيك كيف نرجع نبني المجتمع كيف ننوصل هاي الأفق الجديدة إذا إحنا مش قادرين نتحمل كلمة خلين نكون أحسن من هيك المفروض أنه إحنا أول نقطتين اللي حكينا عنهم لو اشتغلنا عليهم ما نضطر نقلق كتير على موضوع المشاعر لكن رجعت حكيت عنه لأنني شاف الموضوع هذا كتير وفي فرق بين أنك أنت تكون عتواصل مع مشاعرك وفاهم مشاعرك وبين أنه أنت تكون عبد لأي شعور بتحس فيه ما بتقدر تتحكم في مشاعرك إيش مكانك سواء كانت حزن سواء كانت غضب حتى لو سعادة لو أنت ما بتقدر تتحكم في حالك لما أنت تكون سعيد هاي مشكلة لازم أنت تقدر تتحكم في حالك شو مكان شعورك ومع هاي النقطة أنا حاب أذكركم مرة تانية المؤمن القوي خير وأحب إلا الله من المؤمن الضعيف نقطة انتهى ففي الفيديو حكينا عن بعض العوامل يا عزيز وعزيز المشاهدة اللي ممكن نحن نشتغل عليها مع بعض كأفراد ولكن في هذا العامل اللي حكيت عنه ببداية الفيديو اسمه العامل المسرع عامل يمكن أنتوا ما تتوقعوا أنه يكون إلو تأثير في فيديو اليوم ولكن إلو تأثير كتير كبير اللي هو عامل المؤثرين الانفلونسرز كلمة مؤثرين اللي أصدع عنها هي أي شخص إلو تأثير من خلال صوت أو صورة أو كتابة لعدد كبير من الناس فهذا الإشي بيشمل الموثلين بيشمل المغنئين بيشمل اللي بينزلوا على السوشال ميديا بيشمل كتاب اللي كتبهم عم توصل ملايين من الناس هدول هم المؤثرين وإحنا صايرين نسمع على الأيام إنه يا الله قدش صار فيه مشاهير وصار فيه انفلونسرز وصار فيه ناس عليهم الأضواء هذا مش إشي جديد قبل فترة يمكن تستغربوا هذا النوع من الانتباهك كان مخصص عند العلماء وين؟ بالعرب صح كان قبل فترة كتير بعيدة تيجي تتعلم من شخص عالم موجود في بلد عربي هذا مؤثر ما هيك الناس عم تعمل هلأ هلأ الناس عم بتسافر عشان تحضر المباراة هلأ الناس عم بتسافر عشان تحضر حفل موسيقي لما اتطلع على التاريخ طول عمرهم كان فيه مؤثرين بس المؤثر عم بيختلف شكله شو النقطة اللي أنا حاب أوصلها من خلال هدول المؤثرين في يومنا هذا عم بيصير فيه مؤثرين بالغلط هو ما كان أصده أنه يصير مؤثر وهذا الشخص لما ما يكون أصده يصير مؤثر ما بيعرف يتعامل مع التأثير تابعه والشهرة تابعته ولأنه ما بيعرف يتعامل وهو تحت ضغوطات ما كان عارف أنه حتكون موجود عليه بينشر ردة فعله وتصرفه مع هاي الضغوطات عم بتسبب تأثير سلبي للناس اللي بتتابعوا وتحضروا وهذا الإشي اللي الأمانة عم بتتشر عنا إحنا كعرب وفي الغرب ما في فرق في ناس ممكن ما بتعرف هذا الإشي ولكن أحمد زويل هو عالم مصري وهو أول وللآن الوحيد اللي فاز على جائزة نوبل للعلوم اللي بيعرفه أحمد زويل يمكن ما بعرفه شو كان شكل بيته شو كانت سيارته كيف كانت طبيعة حياته ما حد بعرف عنه إشي والناس اللي سامعين فيه إحنا صح فخرين فيه وفخرين إنه طلع من بلد عربي ولكن ما نعرف عنه كتير وبالحديث عن جوائز نوبل إشي كتير حزين قدش اللي استأصيرة من الناس العربي اللي فائزين عليها رائزين علي جائزة نوبلة كل ثقة فيكم يا جماعة أنا عارف فيها عباقرة عم بيحضروني فإن شاء الله استمروا إذا بتكون مساعدة ممكن أعطيكم مساعدة معنوية فقط لا غير تمام غير أحمد زويل في عندكم عالمة مصرية تانية اسمها ساميرا موسى اللي هي عالمة في اختصاص الذرات وإلها إنجازات عديدة في مجالها ومتأكد إنه الناس اللي ما بعرفه ساميرا موسى لسه أكتر من الناس اللي ما بعرفه أحمد زويل طيب لو حكيت لكم حموبيكا اختلاف الوضع هنا اختلاف الوضع كل مرة بحكي اسمه بتذكر لما كان في رامز 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 بتذكر مكاني صيح هيكر لما الرامز يمقلبه على كل حال حموبيكا هو شخص أنا متأكد يمكن كل شخص مصري بعرفه وكتير الناس في العالم العربي بعرفه لحموبيكا مع إنه بصراحة حموبيكا لا هو في وسامة أو جمال أو منظر ولا شخصية ولا صوت سبحان الله عنده تأثير ضخم وأغاني منتشر بطريقة رهيبة بس الناس ما بتتابعه بس عشان الموسيقى تبعته الناس بتتابعه لأنها عارفة حموبيكا شو البيت اللي بعيش فيه عارفة حموبيكا شو السيارات اللي بيسوقها عارفة إنه حموبيكا أواعي مش بس غالية كتير غالية الناس بتتابعه لأنها حاسة إنه حموبيكا عايش حياة سعيدة عايش حياة على الأقل من الخارج شكلها حياة ناجحة فلوس، أواعي، سيارات، بيت، بيعمل اللي بده إياه مش هاي الحياة الناجحة؟ في يوم هذا لما نطلع على الناس سواء كانوا من الأجيال اللي صغيرة أول الناس اللي هلا يمكن كبار مين بيتابعه؟ بيتابعه الناس اللي عايشين حياتها دل على النجاح أو على السعادة حتى أنت بتتابع شخص عشان بيخليك سعيد أنت بتتابع شخص عشان أنت حاسس أنه هذا الشخص ناجح وبتحس بشعور حلو لما تتابعه صح؟ فهو لو كناس عاقلين إحنا منحس أنه العالم أنجح بتأثيره وبجهده من المغنية زي حموبيكا ولكن لما أنت تسمع كلمة عالم بتطفي بتحس كلمة متعبة بتحس أنه طب أنا يمكن مش كتير شاطر في المدرسة مثلا أو أنا مش كتير مهتم بالعلم في داعي أحضره أو أتابعه أو أسمع عنه أو أقرأ عنه أنا مش مهتم بس حموبيكا بصراحة سيارته حلوة وحاب أشتري منها ولو أعطتني مليون دولار ممكن أشري زي بيته هذا مش إشي عيب في المجتمع هذا مش خلل اجتماعي هاي اسمها طبيعة إنسانية أنت بدك تحضر وتتابع وتعرف وتسير زي الشخص اللي أنت حاسه أنه ناجح وعايش حياة سعيدة بس أما إحنا نشوف أن العلماء بسوق مثلا سيارة مستعملة وعايش في شقة صغيرة ببهدلة وقديمة وعيصر له عشر سنين ما شرق ميصر جديد ليش تتابعه؟ ليش تسمع عنه وش تقرأ عنه؟ خليه يعمل هو اللي بده يعمله خليه يفوز على الجوائز تبعته ويبعده عني هذا هو التفكير وأنا ما بلوم أي حدا لأنه صورة العالم في المجتمع مش صورة مشجعة يمشي في المدارس هلا أو الجامعات حتى وبيدي إياك تعدللي على أصابع الإيد الوحدة كم طالب بده يصير عالم أو بده يخترع لما يكبر ولا واحد بدي إياك تشوف كم شخص بده يصير لعب كرة قدم لو صحت للفرصة أنا متأكد كل شخص هيقول لك آه أنتوا فكركم أنه هادول الناس اللي بدهم يصيروا لعيبة كرة بدهم يصيروا لعيبة كرة بس عشان الرياضة ممتعة؟ إي بصراحة ممتعة آه بس هادول بدهم يصيروا لعيبة كرة بعد ما شافوا قراج كريستيانو كيف شكله بعد ما شافوا أنه كريستيانو لما يطير بيطير بطير بطيرات خاصة وعنده أكتر من بيت وكل واحد أكبر من التاني بدهم يصيروا لعيبة كرة بس يسمعوا قديش كريستيانو بيكون راتبه بكل أسبوع هم اتعلموا حب الكرة بعد الممارسة وبعد ما شافوا شو بيجي لما الشخص ينجح في مجال الكرة ولذلك سمحوني شوي الأفكار عم من نطمن واحدة لوحدة ولذلك العالم الناس ما بتطلع عليه ولا بدأ تصير زيه لأنه نظرة العالم في المجتمع مش نظرة جذابة خلينا ناخد مثال أنه في عالم عربي طلع من جديد وعمل إنجازات رهيبة في عالم السفر بالفضاء ولكن هذا العالم ما شاء الله وسيم أو عالمة ما شاء الله حلوة كمية الفلوس اللي معاهم إشي رهيب كل يوم بسوق سيارة غير على المختبر تبعه وبيعيش في بيت ما شاء الله على قمة جبل وإطلالته رهيبة حتلاقي تلقائيا في ناس بلا شيء يقولك بتعرف والله موضوع الفضاء هذا مثير الاهتمام خلينا أشوف بلكنت عمقت فيه خلينا أشوف أكتر بس بمجرد أنه أنت هذا العالم وريته في منظر مختلف شوي صارت الناس مهتمة أكتر تصير زيه وهذا دليل أنه حاليا إحنا ما بدنا نخلي العالم زي السلعة لا ما بدنا نعمل هذا إشي ولكن إحنا بدنا نعيد تصميم صورة العالم في المجتمع زي ما كتير مننا مفاكرين أنت لما تصير عالم أنت مش بس مكانتك في المجتمع بتكون ممتازة أنت في إمكانك تتعيش حياة العيبة الكرة وحياة حمو بيك وحياة غيرهم بس إحنا لازم نشتغل مع بعض نعيد تصميم صورة هذول العلماء شو أول خطوة لهذا الإشي ويمكن فيه كتير ناس تتفاجأ أو تنزعج من كلامي أي مؤثر أو صانع محتوي بصنع محتوي مفيد من الحلو أنه هذا الشخص يشارك نجاحه مع الناس ما في داعي توري قدش معك وحساب البنك بس وري الناس أنك أنت بتسوق سيارة حلوة وري الناس أنك بتعيش في بيت حلو وري الناس أنه أنت عايش حياة حلوة مش عشان يتغيزهم مش عشان تشوف حالك عليهم لا شارك معهم هاي الأشياء والغرض وانمي هذا الإشي اللي ربنا تعالى والغرض من مشاركتك هاي الشغلات للناس أنك أنت توريهم أنه لما تكون مسلم بتخاف ربنا وشخص عنده أخلاق وشخص تعب على حاله سنوات وشخص اجتهد أنه أنت ممكن يتعيش حياة حلوة ولما توري الناس اللي أنت بتأثر عليهم أنه لما تكون شخص نيتك أنك تصنع فرق إيجابي في المجتمع حتعيش حياة مرتاحة شف تلقائيا كم شخص من اللي بتابعوك حيصيروا بدهم يصيروا زيك بالزبط فهي الفكرة مش أنه إحنا نخلي مجتمعنا مجتمع بس بتطلع على السيارات وعلى بيوت لأن المجتمع هو أصلا بيعمل هيك المجتمع بيعمل هيك وما في إيشي إحنا نقدر نعمله عشان نغير هذا الإشي هذا تغيير كتير صعب التغيير السهل إنه إحنا نقوله تمام بدك بيت كبير ممكن تكون عالم بدك سيارة حلوة ممكن تكون مؤثر بطريقة إيجابية لما نوريهم إنه صار المغني والممثل والشخص اللي ما بيعمل فرق كبير بالمجتمع صارت حياته عادية صدقوني تلقائيا الناس هتبعد شو بدي شو بدي ليش ليش أعيش زيه لما نعيد تصميم صورة الناس المؤثرين بطريقة إيجابية في مجتمعاتنا هذا تلقائيا حيشجع الفئات الصغيرة الفئات اللي بسهولة بتتأثر إنهم يطمحوا يصيروا زيهم وهذا الإشي حيسرع من مرحلة إنه إحنا كمجتمع ننهض ويكون فيه تغييرات كتير حلبة في مجتمعنا فعشان هيك هذا العامل اللي حكيت عنه هو هذا العامل المسرع هدول المؤثرين لو أثروا بطريقة صحيحة تأثيرهم ممكن يكون على ملايين وعشرات الملايين ولما يكون التأثير بطريقة خاطئة أو طريقة مضرة كمان تأثيرهم على ملايين وعشرات الملايين وهذا اللي شي ممكن نرجعنا خطوات لورا أنا عارف هذا الفيديو كان طويل عليكم وعارف هذا الفيديو كان كتير طويل على زين فشكرا أنكم صبرتم معي ببداية كل احترام للبلدان العربية وكل احترام للبلدان الأجنبية اللي حكينا عنهم ببداية الفيديو ما في ايش اسمه بلد مثالي في ايش اسمه انه احنا العرب بإمكاننا نوصل مراحل كتير أعلى وبعد الفيديو حكينا عن خطوات بسيطة أتمنى أن الناس اللي بتحضر الفيديو تشوف انه هي ممكن تبلش في حالها أول وصدقوني التغيير على مستوى أفراد هو البداية ولما عدد أفراد كافي يتغير وأتيها بكم في تغيير على مستوى مجتمعات شكراً كتير لكم نتمنى يكون عجبكم الفيديو خليني نحاول نوصل الفيديو مثلاً 200 لايك 300 لايك نحاول هيك ندخل على هالأرقام إذا حاسين يمكن شخص يستفيد من هذا الفيديو بعتوله إياه لا تنسوا تشتركوا ممكن نوصل 10,000 مشترك قبل شهر ثلاثة إذا أنتم بدكم ممكن أكيد كل شيء وارد لا أبدأ أطور عليكم أكتر من هيك شكراً كتير لكم وصح شو رأيكم بالستاتب شو رأيكم بالمايك والله إشي حسيت حالي يا جماعة يعني يا الله بداية الفيديو الحماس اللي كان فيه إن أنا عم أستعمل هذا المايك يعني شوفوا إحنا وين بلشنا كنت أمسك تلفون بإيدي بعدين كنت أستعمل المايك عليم الله خليني نوريكم يا خليني نوريكم ثواني ثواني خليني نوريكم إلا عليكم يا جماعة شو هد شو هد شو هد إيش هد كنت أستعمل هذا المايك أحطوه على بلوستي آي فيه إيش نكسر هلا وطلع على السلاك شوفوا يعني هاي كانت معاناة معاناة طلع السلك وهذا حطوه على بلوستك ومن تحت وعالأرض فقلنا ليش ليش نعمل هيك ليش نعمل هيك خلينا نسير زي اليوتيوبرز محترمين نجيب المايك هدا نستثمر وع فكرة هدا استثمار كمان جابتي الواحد لازم يستثمر من حاله معانه لسه اليوتيوب ما بدخل عليه فلوس هلا ما نوريكم الشاشة لازم نوصل لأعداد مشاهدة أعلى عبيما ان شاء الله يبلش اليوتيوب بدخل الفلوس هدا لا يعني انه أنا حستنى عبيما يوتيوب بدخل عليه فلوس عشان استثمره فهدا هو الاستثمار الاضواه البسيطة هده هو الاستثمار رزرق ان شاء الله كل ما كبرنا أكتر وأكتر كل ما الاستثمار زاد ان شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هاي مجرد بداية أتمنى التغييرات تكون عجبتكم أتمنى تكونوا حسين بالفرق وإن شاء الله يعني من خلال تعليقاتكم وعرائكم الصريحة دائماً هحاول أطور وأحسن حبيت أشارك معكم هيكها فرحتي مع الشغلات اللي جديدة فأتمنى تكون تعجبكم وإن شاء الله ما كان فيه نعكاس كتير عن الضراتي حتى الضوغيرنا شوي من زاويتهم وبس شكر بالنهاية لزين يا جماعة لو سمحتوا بعتوله شكراً على الانستغرام على صبره معاي هذا الفيديو كتير طويل يعني النتيجة والفيديو اللي أنتو عم تحضروه قد ما كان طويل اتخيلوا أنه لسه فيه كان وراء الكواليس طويل كتير 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 أكتر والزين كان لازم يحضر كل ثانية ويشيل منها الشغلات المائلة هداعي فشكراً كتير لك يا زين وشكراً على صبرك معاي وعجهدك لأنه عفكرة يا جماعة أنتم ما تعرفوا بس زين حرفياً خلال الأسبوع عنوية شغالين رايح راجع ببعثلي شغلات ببعثلو تعديلات فعنجد شكراً كتير لك زين حبيت أخذ بس كم ثاني أشكرك على جهدك معاي وإن شاء الله يا جماعة يعني تعليقاتكم أنتم مش عارفين قديش بتلعب دور كبير بالنسبة لي وبالنسبة له كمان لأنه إحنا منعرف أنها جاية من القلب فالله أجزيكم الخير عنجد على دعمكم المستمر خصوصاً مع الفيديوهات اللي شوي أطول مع الفيديوهات اللي هي طبيعية أكتر مع الفيديوهات اللي بقدر أكون صريحة فيها مع الكاميرا أكتر وأنا عارف أنكم هتفهموني صح وما حد حييجي ياخد الكلام من تمي ويحكي أن أنا قلت وأنا ما قلتش فشكراً لكم على تفهمكم وعلى دعمكم وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا كلي أمل وثقة بالله ثم فيكم أن المستقبل هاي القناة مستقبل كبير إحنا اليوم أظن 8.3 ألف مشترك على القناة أنا متأكد إن شاء الله المستقبل كبير يمكن مش بكرة نوصل إلى اليوم مشترك ولا بعد ولا الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي ولا السنة الجاي ما بعرف بس إن شاء الله هنوصل أرقام كبيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في ثقة وفي يقين بس لازم يكون معهم صبر ولازم يكون معهم جهد واستمرارية إحنا مستمرين على جدول اليوم الجمعة صلوا على النبي وإن شاء الله ما شوفكم بالفيديو القادم كتير طولت عليكم شكراً لكتيركم صبرتم معاي بس بحب نهاية الفيديو هيك هاي الـ يعني كيف نقول أشارك معكم مشاعر صريحة من أعماق القلب فالله يجزيكم الخير ونشوفكم إن شاء الله في الجمعة القادمة مش عارف يعني إذا هيك حنضلنا إحنا نطول في الفيديو هات لا يا الله لا لا كمان جمعتين ثلاثة حبلش أنزل أنا أفلام وثائقية فبديش أطول عليكم مع السلام عليكم تصبع لخير يلا برسلام